شارع الشهيد مصطفى بدر الدين تسمية جديدة لشارع قديم على مقربة من مستشفى رفيق الحرير الحكومي في بيروت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تشير إلى بدر الدين كمدبر أساسي لاغتيال الرئيس الحريري بالمقابل تقرر بلدية الغبيري التابعة لحزب الله اطلاق اسم المتهم الرئيسي بالقتل على شارع يحتضن مستشفى حكوميا يحمل اسم القتيل تعليقات التي صدرت منذ الأمس وحتى ما قبل الأمس بتعليقا بالأمس على تسمية الشارع وما قبل ذلك تعليقا على المحكمة لا يعبر ولا بشكل إلا عن عقل مريض فأري حاقد ما بيصب مصلحة البلد خاصة أنه في هالاختلاف السياسي اللي هو كذلك مربوط بالأمن واللي بيهدد يعني أمن البلد أكيد نحن بنطلب إزالته بلدية الغبيري اعتبرت خطوتها قانونية مؤكدة أن قرار التسمية اتخذ قبل عام وأرسل إلى وزارة الداخلية التي لم تحدد موقفها بالرفض أو الكبول أن عدم الإيجابي هو عمليا طلب بالتأجيل تأجيل تنفيذ هذا المطلب الآتي من البلدية البلدية ليست هي الموضوع عدم موضوع سياسي وعدم الرد هو لكسب مزيد من الوقت كان للتشاور تسمية الشارع باسم بدر الدين تعيد إلى أذهان اللبنانيين صورة رفع أنصار حزب الله علمه على تمثال الحريض بعد الانتخابات النيابية الأخيرة وتأتي هذه الخطوة وسط الصراع سياسي مفتوح بالتزامن مع انعقاد جلسات المحكمة الدولية التي يرفض حزب الله قراراتها جملة وتفصيلة من بيروت غنوية تيم العربية